السلام عليكم من زي الحال معكم دكتورة سارة أحمد أنا في الحقيقة اليوم جاييكم في موضوع يعني الاحتياج ليه هو شائع وأنا نفسي يعني دائرة أدخل في خطة بتاع التخفيض وزن لأنه وزني زايد وبالتالي شفتها مناسبة كويسة إنه الناس يتكلم عن هذا الموضوع يعني إنه أنا أتكلم عن هذا الأمر فالفيديو دي إن شاء الله هيكون خليط بين إنه نتكلم عن التغذية ونتكلم عن إنقاص الوزن برضو طيب أي خطة أو أي نوع من الأكشنز بيكون عنده زي قواعد أساسية كده rules أنت تحاول إنه يتبع عشان الخطة بتاعتك دي تنجح يعني إذا الشخص عنده خطة مثلا إنه ينقص وزنه 20 راتول مثلا فبيكون يضع خطة خطة دي بيكون فيها زي ما قلت قواعد عامة اللي هي إنه مثلا حاول إنك تهتم بأخذ الموية مثلا أو حاول إنك تتريض مع البداع دي قواعد عامة ما عنده علاقة بنوع الأكل أنت هتاكله ولكن بتساعد في الخطة بتاعتك عوامل مساعدة ممكن تقولها ليا بعدين أي خطة عشان تنجح سواء إنه لإنقاص وزنه لحاجة هانية إنت لازم تخدت لها وقت وتخدت هدف واضح من إنه إنت عاستان قوس كم وفي فترة قدرشنه دي كده بتخليك تكون أكثر قابلية لإنه إنت خطة دي تنجح فبما إنه أنا كالعادة يعني كل كم شهر بقم علي خطة قمت يعني عندي خمطة بعد إن شاء الله مع شهر رمضان انتهي إنه أخفض وزني فدلوقت قاعدة بعمل في الشسابات بتحتي وبحاول يعني ألم معلومات إنه أنا كيف فالخطة بتهدي تنجح وأعرف معلومات عن أنواع البرامج الغزائية المختلفة اللي بيستخدموا الناس في في إنقاص الوزن والحاجات دي وقلت أتكلم معكم عن هذا الأمر يعني طيب أول حاجة كمعلومة أساسية إنت لما تجد تخفض وزنك إنت في الحقيقة عاوز تفقد الدهن المتراكم ما لأنه زيادة الوزن هي عبارة عن دهون متراكمة وتراكم الدهون بيؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن فإنت عاوز تفقد هذه الدهون دي الخطة يعني لما دات يضمقص الوزن يعني ما عاوز تفقد عضلاتك وما عاوز تفقد السوائل في جسمك ولا عاوز كده عاوز تفقد دهون دي 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 حاجة أساسية الناس مفروض تعرفها الحاجة الأساسية الثانية إنه إنت عشان تحافظ على وزنك في كمية معينة من السعرات الحرارية وفروض تأخذها عشان وزنك يظل كما هو ولكن إذا إنت عاوز تفقد وزنك لازم تقلل من السعرات الحرارية اللي إنت بتأخذها عشان جسمك يستفيد أو يستخدم الدهن المتراكم فيه ده كمصدر للطاقة دي اسمها كالوري دافيسيت الكالوري دافيسيت معناها إنه إنت بتأخذ في كمية من السعرات الحرارية أقل من المطلوب عشان الوزنك يستمر كما هو ما يتغير يعني ولما تأخذ أقل لنقول إنه إحتياجك اليومي على حسب وزنك هو ثلاثة ألف سعر حرارية أو كالوري ودشنه عشان أنت تحافظ على وزنك الحالي طيب عاوز تفقد وزنك معناته إنه إنت تتقلل من السعرات الحرارية بدرجة معينة وكل ما قللت أكتر كل ما كان فقدان الوزن أسرع فقل بدل ما تأخذ ثلاثة ألف عشان تحافظ على الوزن تقل تأخذ ألفين أو ألفين وخمسمية معناها عندك هنا نقص في السعرات الحرارية اللي أنت محتاجة لمحافظ على وزنك بمقدار خمسمية سعر حرارية أو ألف سعر حرارية فكل ما قللت من عدد السعرات الحرارية كل ما كنت حتفقد أسرع دي النظرية ولكن لأنه حكاية الأكل دي مسألة صعب السيطرة عليها بالذات في العالم الحالي اللي موجود نحن فيه دي يعني عالم فيه خيارات كثيرة وفيه حاجات تدخل السوبر ماركت ما تعرف تشتريشن ولا تخلشن وكل حاجات لذيذة وبتاع لكن بتأثر في أوزاننا طبعا والعالم الحديث كذلك فيه مشكلة أخرى مشكلة عدم الحركة نحن حياتنا بيجت حركة قليلة أغلب الوقت قاعدين في الكراسي دي والقعات دي بيجت يعتبر مشكلة حقيقية على الصحة يعني وما فيش حركة يعني عشان أنت تتحرك لازم تقوم تعمل خطة للحركة يعني حياتنا مجراها كده ما فيه حركة كثيرة إلا تكون شغالك في حاجة حفر ولا قلع والناس اللي بيشتغلوا في البناء والحاجات دي اللي هو عندهم حركة بيعملوها وهما بيشتغلوا لكن غالبية الناس اللي بيشتغلوا في المكاتب والقاعدين في البيوت ديالك ما بيعملوا حركة كافية عشان صحتك تكون مزبوطة فإبقى لازم الناس يدخلوا قصة الرياضة ديك جزء من الروتين اليومي عشان تقدر تحافظ على صحتك دي المشكلة التانية طيب خليني أديكم بعض النصائح العامة إنه إنت لما تجي داخل لبرنامج غزائي لإنقاص الوزن ما هي النصائح لي والحاجات المساعدة الأخرى لإنه إنت تنجح في خطتك ديان أول حاجة حكاية اختيار الأكل ذاته يعني مثلا الناس يقول لك أنا ها أعمل كيتو طيب الكيتو دا حاجة يعني نوعيات من الأكل محددة جدا أنت مسموح لك تأكلها وفي نوعيات أخرى ممنوع أنك تأكل هل اختيارك للكيتو دا متناسب مع وضعك؟ هل أنت قادر أنك تشتري المواد الغذائية والأكل اللي هو بيتناسب مع هذا البرامج؟ لأنه دا سؤال مهم جدا لازم أنت لما تجي تغرر تعمليات ونوع من الخطة الغذائية لازم تعرف أنه أنت قادر ولا لا وضعك بيسمح ولا لا الخيارات اللي بتذكر في الخطة الغذائية دي موجودة عندك ولا لا هل أنت بتشب الأكل دا ولا لا؟ دي كمان دي حاجة تعني لازم يكون تعرف متاح ولا لا إمكانياتك شنو في الحصول عليه وإنت بتشب تأكل ولا لا لأنه دي ثلاثة حاجات لو ما كنت أنت متأكد منها معناها خطتك دي حتفشل خطتك دي حتفشل أوكي؟ فيعني دي حاجة عامة مفروضة الواحد قبل ما يعني يدخل في هذا الغرار يعرف بالضبط الثلاثة حاجات دي يفكر فيها بصورة واضحة عموماً نحن لما نجي نوصف الأكل بأنه صحي أو غير صحي في مواصفات عامة كده ممكن تنطبق على الأكل وإنت تحاول توزين بيها أكلك اللي بتاكله دا مزبوط ولا لا؟ كل ما كان الأكل ما إلا أنه يكون طبيعي كل ما كان أفضل لصحتك وكل ما كان مصنع وتم التعامل معه صناعياً وتغييره كل ما كان غير صحي دي القاعدة العامة الأكل الطبيعي بمعنى شنو؟ الفواكه الخضارات والخضارات بالذات اللي ما بيتم طبخها شديد يعني الطبخ ذات دون من التصنيع بالمناسبة أنت كل ما يعني أكلت فريش كل ما كان أفضل الحضار والفواكه الطازية قدر الإمكان أو اللي تم تعامل معها بصورة بسيطة يعني حتى في الطبيع أو حتى لما أنت يجي تعمل يوكوك الفيكتابونز بتحتك في وسائل للطبخ أفضل من غيره وأكثر صحية من غيره ولكن عموماً الأكل الصحي هو الأكل اللي لم يحدث له تصنيع شديد وهي الفواكه الخضروات اللحوم الغير داهنة أوكي؟ الحبوب الكاملة المامة الشريان يعني مثلاً لما تجي تتكلم عن الحبوب دي يتكلم عن الحبة ذاتة تستعملها مثلاً بليلة ولا بتاع ولا هاجة أو تصنع منها حاجات زي عصيدة وقراسة وكسرة وعيش والحاجات دي الدقيقة اللي هو بيطلع من هذه الحبوب كل ما كان أبيض ومصنفر كل ما كان مع صحيح بالمناسبة يعني الدقيقة الكاملة الحبة الكاملة اللي بتتطحن وتمشي تستعملها دي أفضل حاجة أو يستعمل الحبة فيه روحها دي يعني ليه؟ لأنه المواد الغذائية اللي موجودة في الحبوب دي موجودة في الجشرة أكتر من النخاع بتاعي النخاع ده هو عبارة عن نشويات والنشويات دي نحن بنحاول نقلل بنا قدر الإمكان إذا كان عندنا خطة لإنقاص الوزن والمواد الغذائية زي أنا بتكلم عنها هذه شنو يعني؟ بتكلم عن فتمينات، بتكلم عن بروتينات، بتكلم عن مثلا أملاح الحاجات دي كلها تكون موجودة أكتر في القشرة الحبوب لذلك الحبة مهما كان شكلها أو شكل استخدامه أفضل إنها تكون كاملة ما مصنفرة الحبوبة الكاملة صحية بعدين في مثلا التعبير يقول لك الدهون الصحية الدهون الصحية دي شنو؟ الدهون الغير مشبعة الدهون الغير مشبعة هي الدهون الصحية والدهون الغير مشبعة دي عبارة عن زيوت النباتي دايماً لما الدهن يكون مصدره حيواني ده ماصح يعني ناس الودك والسمن والزبدة والحاجات دي جاي من الحيوانات جاي من البان اللبن بتاع الحيوانات مثلاً أو اللحوم بتاع الحيوانات ودي ما مليئة بالكوليسترول وهي في غالبة مشبعة قاعدة عامة إذا كان الدهن في درجة حرارة الغرفة بيكون في شكل صولد أو شكل ما سائل ده معنا مشبعة وإذا كان سائل زي الزيوت زيت زيتون زيت بزرة عباد الشمس زيت ما بعرفش زيوت السائلة دي عادة غير مشبعة وحتى الزيوت غير مشبعة أو الدهون الغير مشبعة دي زيت خشم بيوت يعني ما كلها زي بعض يعني يعني حتى الزيوت النباتية في وحدات أفضل من وحدات دي تفاصيل صراحة ما أقدر أخش فيها سفي للبتاع ده لأنه ده كلام عام عن خطة الإنقاص الوزن لكن عموماً الأكل الصحي هو أكل أقل ما يمكن من التصنيع يعني تشتري فرش وتشتاكل فرش لما تطبخ أطبخ بطريقة صحية وهو حضار الفواكه الحبوبة الكاملة الدهون الصحية أو الدهون الصحية دي هي عادة النباتية ومن مصادر الدهون الصحية المكسرات مثلا ولكن المكسرات فيها مشكلة أنت لازم تنتبهوا ليها أن السعرات الحرارية فيها كثيرة فإيبدأ أنت ما ممكن تبلع فيها اليوم كله وتفتكر أنه أنت ممكن الوزنة تنقص ما بنقص بالطريقة دي أوكي والبروتينات اللي غير داهنة والبروتينات دي زي ما ذكرنا نحن يومياً بنحتاج ناخد بروتيين البروتيين ده احتياج يومي لأنه نحن ما بنخزن البروتيين والبروتينات مصادرة ممكن تكون حيوانية أو نباتية ولكن القاعدة العامة للبروتينات بما أن البروتيين هو عبارة عن سلاسل من الأحماض الأمينية في جزء من الأحماض الأمينية نحن لا نستطيع صنعه داخل جسمنا لازم ناخده عن طريق الأكل والبروتينات دي مهمة في ترميم الأنسجة أو في تركيب الخلايا الجديدة وصنعها وفي الوظائف الحيوية بتعمل الخلايا كلها أنا عملت حلقة كاملة عن البروتينات بالمناسبة ممكن الناس ترجح تشوفها فالقيمة الغذائية للبروتينات الموجود في المصدر المعين بتعتمد على أنه هل هو بيديك هذه البروتينات هذه الأحماض الأمينية الأساسية هم تسعة أحماض الأمينية الأساسية تسعة دي المعنى الأساسية يعني ما بقدر أعملها في جسمي I have to take it لازم أخوضها عن طريق الأكل فغيمة البروتينات الغذائية بتعتمد على أنه هل فيه أو بيديك هذه الأحماض الأمينية ولا لا دي بس دي الدرجة عام عادة اللحوم والمصادر الحيوانية للبروتينات أفضل من الناحية دي من ناحية الكواليتي ولكن أنت إذا زول مثلا ما بتاكل لحوم زول نباتي لنقوم ممكن تحصل على الأحماض الأمينية الأساسية بتحتك بصورة يومية بخلط مصادر مختلفة من البروتينات النباتية مع بعض يعني مثلا الفول أو الليجيومز عموما البقوليات دي مصدر كويس للبروتي ولكن الفول براه مثلا ما بيديك البروتينات كلها لنتعاوزها لازم تجيب معاه حاجة تانية مثلا تجيب معاه بليلة بليلة الحب دي اللي اسمها شنون بليلة العدسية أو بليلة العدسية أو البليلة التانية تشيك بيز دي اسمها شنون نسيت الحاجات دي والله ولكن تخلط بين مصادر البروتينات النباتي المختلفة عشان تقدر تحصل على كيمية اللي انت بتحتاجة يوميا من البروتي ولكن المصدر الحيواني ممكن اديك الاحتياجك من غير احتياج لخلط يعني ممكن تاكل لحمة مرسعة تاديك ال اللي انت عاوزه الجداد السمك دي 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 يعني مصادر ذات غيمة عالية للبروتين طيب فيبقى ابعد عن الدهون المشبعة و أكل فرش بقدر الإمكان ابعد عن الطعام المصنع والحبوب الكاملة والدهون الصحية الدهون الصحية والبروتينات الكافية طيب الأجلي ده بيش بحشنوا دي الحاجات اللي كانوا بيعتمدوا عليها أجدادنا القدماء كانوا بيأكلوا كده يلقطوا من السماء السمار ومن الأرض ومن البتاع ويصطادوا يأكلوا لحمة لحمة عادة انت لما الأكل الصحية الضبع المناسبة ما زي الحيوانات اللي انت مربيها في المزارع الحيوانات اللي انت بتربيها في المزارع بتشمن وبتكون يعني مليانة بالدهون ولكن الصيد ده دي حيوانات طليقة ورشيقة وحركات كثيرة وبالتالي ما بتكون سمينة انت لو سمين في في البرارة دي بيصطادوك في ثانية فلازم تكون رشيقة الحركة ولازم تكون كده فالسمن ما جزه كان من المشاكل بيقابلوها اللحمة اللي بيصطادوها دي بتكون لحمة خالية من الدهون تقريبا فبيأكلوا اللحمة الماذا هنا بيأكلوا الحاجات فرش ما بحكاية تجيب حل لو تطبخ ما بكلام زي ذا كانوا بيأكلوا من الشجر ومن الأرض طوالي أوكي فدي طريقة الأكل اللي هي كانوا يعني أجدادنا القدماء بالتبعوه وهم كانوا من ناحية رشاقة وصحة جسدية أفضل مننا بكثير ما في مقارنة كانوا أسرع كانوا أقوى كانوا أطول وبعدين يعني على حسب معلوماتنا حصل التغيير في أسلوب الحياة اللي هو أدى إلى أن نحن قاعدين في حتة واحدة ونجوغم بعد مسألة الزراعة والاستقرار حول المزارع والمجتمع يعني التغييرات الحصلت في المجتمعات الإنسانية دي بسبب اكتشاف الزراعة وبالتالي بيقى عندنا وفرة في السعرات الحرارية وما محتاج أنت تمشي التعب روحك قدلت عشان تستاض ولا تلقط ولا تعرف ولا بتعب فالحركة قلت الأكل نوعيته حسنت وبيقين ممكن كمان نربي الحيوانات بعدما نمشي نستاض وحكذا فدي غيرت طريقة الأكل وبدت المشاكل الصحية شكلها يختلف نحن دي الوقت بنعاني من مشاكل اسمها مشاكل التراكم الدفسي السكري والضغط وزع المراضة القلب والشرائين ومشاكل بتحت الكوليستور دي كلها مرات تراكمية في فترة من الفترات الإنسانية كان في مشاكل بتاعة فقر يعني ومشاكل بتاعة صعوب في حصول على الطعام يعني فدي كان في مشاكل نقص الغذاء ولسه في بعض مناطق العالم للأسف لسه في مشاكل نقص الغذاء ولكن غالبية المشاكل للوقت ان احنا بنعاني منها هي مشكلة زيادة الغذاء ومشكلة تراكم المواد الناتجة عن ذلك واللي بتؤدي الأمراض المزمنة المختلفة لشان كده التغذية ونوع من أهم أساليب الحياة لمنع الأمراض ولتحسين الصحة يعني لو الواحد لاحظ له بياكل شنو حقيقة يعني صحة بيختلف فدي عشان بس امشي لقدام دي قواعد عامة بخصوص نوعية الأكل واختيارك لأي برنامج غذائي لانقاص الوزن لازم يكون فيه التلات اعتبارات دي وضعك وإمكانية حصول حصولك على الأغذية اللي بتتماشى مع برنامج الغذائي اللي انت عاوز تاخده وهل الحاجات اللي انت دائرة دي أو الحياة المطلوبة لتنفيذ البرنامج الغذائي متاحة حولك يعني والحاجة الثالثة انت بتحب تأكل شنو الحاجات دي هل بتحبها ولا بعد شو يومين كده تقول الله ما بقدر حخلي البرنامج دا فلازم تعين تلاتة حاجات دي طيب نمش لقدام شوية بعد اختيار الاكل واختيار البرنامج الغذائي الانت حذت تبعوا في حاجات اخرى مهمة برضو للمساعدة على انقاص الوزن وصحة العامة اللي الاهتمام بمسألة الهايدريشن اللي هي التروية بالذات في ناس يعني بالذات في المناطق الباردة ما بيهتموا يشربوا سوائل ما بيشربوا موية ما بيشربوا دلوقتي بيقى في حاجات كثيرة غير الموية موية محلة محلينها او مثلا المشروبات الرياضية اللي فيها شوية الالكترولايت سوشن برضو الناس ممكن يستخدموها بدل الموية فدي كلها وسائل التروية لكن التروية مهمة جدا التروية مهمة جدا فهي بتساعد في حاجات كثيرة الناس المعرفينها انه انت مقدراتك العقلية ذاتها انك تقدر تركز وتقدر تفوكس وتفكر بتتحسن اذا انت مستوى التروية بتاعك كويس شفتوا اي حاجة تتأثر بالتروية دي وال يعني الناس بيدخلوا في برامج غزائية لينقاص الوزن وتكسير الدهون بيحتاجوا انه ينتجوا كمية من البول كبيرة عشان يتخلصوا من السموم اللي بتطلع من عمليات تكسير الدهون دي فبرضو دي حاجة مهمة جدا يعني يعني انت بتساعد الكيلة بتاحتك وبتساعد جسمك عموما بالتخلص من المواد السامة دي بانه انت تشرب موية كثيرة طيب ام تنبيه اخير بس حكاية موية كثيرة دي طبعا ذات انا هتكلم عنها في مجال اخر لكن برضها فيها قوانين يعني الحكاية مطلوقة ساكت كده طيب من العوامل المساعدة برضو على انقاص الوزن وتحسين الصحة هي الرياضة واذا نحن دارين نوع من الرياضة يساعدنا على انقاص الوزن هي الرياضة اللي بسموها الهوائية اه ايروبك اكسرساينزيز التمارين الهوائية هوائية دي قصدهم شن يعني قصدهم اكسجين اللي هي انواع التمارين اللي بتزيد من استخدامك للأكسجين العضلات بتاعتك بتستخدم أكسجين اكتر وانت لما العضلات تحتاج لأكسجين اكتر بتاعتك بتزيد من فعالية او من ضربات القلب بتزيد من سريان الدم وبتزيد من فعالية الريئتين هم دي اكسجين بيخش بيتم امتصاصه عن طريق الريئتين ويتم توزيعه عن طريق الجهاز الدوري الجهاز الدوري اللي هو القلب والأوعية الدموية فانت لما تكون دائرة وسجين كثير في اي حتة هم سكمية الدم لهذه الحتة موروط تزيد والزيادة دي بتجيب شنو بزيادة ضربات القلب وزيادة فعالية القلب ذاته في الانقباض والانبساط اوكي فلما انت تعمل تمارين بصورة منتظمة يوميا يوم بعد يوم ما بعرف ايش من انواع التمارين اللي بنقول عليها هوائية التمارين الهوائية زي الشنو اللي هي بتستعمل مجموعات كبيرة من العضلات يعني عضلات رجلين اكو عضلات يدين اكو عضلات ما بعرف وين العضلات الكبيرة كبيرة دي لما يكون التمرين بيستخدم عدل كبير من مجموعات دي فعالية التمارين بزيد والتمرين زي شنو زي مثلا المشي الجري المشي والجري ده مع درجات ده سبكترم المشي هنا الجري هنا في النصف في جوغين اللي هو جوغين ده شنو بالعربي اللي هي حاجة بين المشي والجري جري بطيء أو مشي سريع صح دي كلها أنواع من الحركة اللي هي من مشي لي جري أوكي دي أكتر التمارين الهوائية فعالية ومتاحة لا يزول أطلع من البيت ليف حول الهناية كده خلص مشيت في تاني السباحة في ركوب العجلات كده في في بعض المشينز اللي بيستعملوا الناس في الجيم زي مثلا الرور اللي هي اللي بتعمل التكديف في الستيبر في اسمه شنو دي آم اللي بتكل اللي هي فيها تقاع وواقف المشين بتحته وتعمل خطوات فوق لاتحة أو شوية فيها من آية كده دي كلها أنواع من أنواع التمارين الهوائية واللي هي بتزيد من آم الفيتنس لفل بتاعك بتزيد من فعالية القلب والشرائين والرئتين وبالتالي بتقلل من آم خطر الإصابة بأمراض القلب بتساعد على إنقاص الوزن ولين دي طبعا فيها شك شوية يعني لأنه أنت لما تريض بتزيد برضو العضلات بتحتك يعني فوزنك التغيير بدعم ما بيكون كتير ولكن فوائد كثيرة جدا الرياضة دي ولو بدين نتكلم عن موضوع ده ما حننتهي ولكن أعرف أنه أنت لما تدخل في برنامج صحي لإنقاص الوزن لو بتتريض كمان الحكاية دي بتخلي أو بتخلي لأنه برنامج إنقاص الوزن بتاعك أكثر فعالية طيب أنا عشان آخذ الميزة بتاع التقليل خطر إصابة بأمراض القلب مفروض تريض قدر الشرم تريض حوالي 150 دجيج في الأسبوع من التمارين الهوائي دي التمارين اللاهوائي زي الانيروبic exercise مثلا زي حمل الأسقال والحاجات دي ما عندها ميزة للجهاز الدوري كبيرة في ميزة طبعا إنه أنت يكون عندك عضلات كبيرة وبتاع دي بتساعد في الميتابوليزم وفي كده يعني وفي نشاطك عموما ولكن الهوائية هي اللي بتزيد من أو بتحسن من صحة القلب والجهاز الدوري وصحة الرئتين وصحة الجسم عموما فالمنصوح به هو حوالي 150 دقيقة من كده اللي هي حوالي 30 دقيقة أو نصف ساعة خمسة أيام في الأسبوع وزي ما قلنا ممكن يكون أي من النشاطات الذكرة هذه على حسب المتاح لك وعلى حسب قدرتك طبعا ودائما الناس المبتدئين بيكون لسه ما عندهم يعني endurance اللي هي الendurance ذا بالعربي المهم بيكون ما إن شيب فمحتاجين يعني يحسن من قدراتهم بصورة تدريجية وذي دائرة صبر ودائرة استمرار ودائرة مثابرة فاستمروا الاستمرار في الرياضة أهم من نوع الرياضة ذاتا لنت بتعملي طيب نمشي لجد دام الحاجة اللي أنت بتاكلها مهما غررت أنه نوعية الأكل اللي أنت هتعمل أو نوعية البرنامج الغذائي اللي أنت هتتبع حاول استمتع بما تأكل استمتع بذلك قدر الأكل اللي هتأكله دا هو طبعا ما هيكون متاح إنه تأكل أي حاجة تدائرة وبالكمية تدائرة لا لكن قدر اللي بتأكل دا أكله باستمتاع أعمل كده هنا يأقعد ما تأكل في التجاري وسندويتش ما بعرف شنو وخلاص نأكله في العربية وأنا سايق ولا أنا بتكلم فالراحة الواحد يقعد يأخذ 10 minutes إلى 15 minutes إنه يتم الوجب بتاحته دي بصورة يعني تخليك تستمتع بأكلك قدر الأكل دا قدر الأكل اللي هتأكله دا أكله باستمتاع من غير له وقايا الحاجة التانية في حاجات الناس بينسوا أهميتها ولكن هي مهمة لدرجة كبيرة اللي هي حكاية النوم يا جماعة عدم النوم دا بيعمل سترس على الجسم ضغط على الجسم وعدم النوم معناها ليش نوم معناها أنت ما بتنوم بعدد من الساعات كافي أو نوعية النوم بتحتك نوعية مضطربة وغير مريحة أوكي عدم النوم المريح بيؤدي إلى اضطرابات في الجسم مشابهة جدا للاضطرابات اللي بتحصل لما ينزول يكون عنده ضغط نفسي شديد سترس والسترس دا ما تأثير نفسي فقط السترس تأثير فيزيولوجي بيحصل تغييرات في الجسم نفسه في إفراز الهرمونات وفي طريقة التعامل الجسم مع الطعام ومع المواد الغذائية بتدخل اليوم بتضطرب بتكون مضطربة فالنوم واحدة من هذه المشاكل أو النوم المضطرب أو النوم الغير مريح بيؤدي إلى استرس والاسترس نفسه لأي سبب آخر مفروض برضو نعرف نتعامل معه كيف أوكي الاسترس دا تأثيره على الوزن من نواحي كثيرة أول حاجة زي ما قلت لكم بتحصل تغييرات في طريقة التعامل الجسم مع المواد الغذائية وإفراز هرمونات بتصعب عملية إنقاص الوزن بالمناسبة مثلا لما تكون تحت ضغط نفسي شديد ما بتقدر تفقد وزن بسهولة مهما عملت يعني فلازم تتعامل مع هذه الأمور لازم تلقى لك طرق لتخفيف الضغط النفسي عليك وحل مشكلة عدم النوم إهمال النوم دا ما بينفعل إهمال النوم ما ينفع وذي ذا دا اللحة الغبارية هو بقى النوم دا النوم الصحي من ناحية كمية ومن ناحية نوعية لازم أو ضرور ضرور طيب برضو حاجة مهمة لازم تعملها وانت بتحاول تنقص وزنك هي انك تتابع الوزنك شوف انك معشي صح ولا ما معشي صح مثلا بدأنا الخطة بتاعة انقاص الوزن بوزن قول ميتين رطل طبعا هنا في أمريكا بيستعملوا الرطل عشان كده انا كل ما رببوا الرطل قول ميتين رطل وانت خطتك دا ترجص 40 رطل في فترة بتاع 6 شهور 8 شهور وتقبل يعني الخطة بتاعتك انت وضحتها في البداية وتكون تتابع برنامج غذائي معين وروتين معين يومي عشان تنجح في انقاص الوزن لازم تتابع انه هل الحكاية دي هل الوزن ده ماشي ناجس ولا لا يمكن باشي زايد فيبقى لازم يكون عندك ميزان وكل فترة تمشي توزين ما ضروري كل يوم ما ضروري كل يوم التغيير ما بيحصل بالسرعة دي يعني مثلا مرة في الأسبوع اللي كده تقول مثلا يوم الجمعة الصباح انا هاوزن وقت الوزن يوم الجمعة الصباح تقوم كل يوم جمعة التوزن وتشوفر القصة دي ما شكل دي حاجة مهمة جدا لأنه اذا انت خطتك اللي وضحت هذه ما بتؤدي الى انقاص وزن لازم تغييره لازم تعيد حساباتك لازم تشوف الحاصل شوني يعني مشكلة مين فمتابعة الوزن مهمة الحاجة التانية انه دائما في اي خطة ما بس انقاص وزن اي خطة لو عندك بلان وفي ناس تانين عندهم نفس البلان او عندهم نفس الرغبة في تحقيق هدف معين لو انتوا تلميتوا مع بعض وبقيتوا عاملين زي مجموعة كده ها ده من افضل طرق لانجاح الخطط يعني تشوف ليك معاك مجموعة من الناس كلهم دار نقص وزنهم وبتلقى ايه دار نقص وزنهم اتفقوا اعملوا جروب بتاع واتساب ولا حاجة واتناقشوا في الموضوع ده يكون موضوع كل يام الصباح والله انا مبارحة كلتا ما بعرف فاصولي وهناي وبتاع وليجيت في مثلا والمارت في الحتة الفلانية يعني تفاصيل ممكن الناس تشوفوا سيلي لكن بتدل على انه في باك ان فورس في الموضوع ده وبتخليكم تنجحوا في الهناية اكتر يعني فورس نجحكم اكتر لانه في زول تاني غيرك عارف انه انت بتحاول تنجس وزنك ومتابع معاك وشايف انت بتعمل فشو دائما نحن كبشر يعني في طبيعتنا لما يكون في زول مراغبنا بنحاول نعمل الحياة صحة فالمراغبة دي من الاسباب بتخلي الناس تنجح في في الخطط بداعة عموما يعني فعملوا مجموعة لو في طريقة لو ما لقيت لك الناس معاك امشي في online شوف بتلقى مجموعات كبيرة كتير جدا جدا وانواع مختلفة بزخ قصة زي انقاص الوزن والبتاع دي يعني دي حاجة عامة وحاجة شائعة يعني الحاجة الثانية اذا انت قررت تتبع نوع من انواع البرامج انقاص الوزن حاول اعرف اي معلومة تقدر عن الموضوع دا يعني مثلا كيتو كيتو جاني ضايت الكيتو دا طبعا من اكتر البرامج الغذائية المعقدة و كده وفيه كلام كتير تكتب يعني كلام كتير جدا فيا اخي الزول وانا لما اقول الزول يا جماعة اقين تاني بطسط كل الناس نساء ورجال بس ما ما عاوز كل مرة اقول انت او انت بتاع عشان دا بطوير الوقت فبخاطب بالمذكر يعني اعزروني ولكن دا المبرر يعني لانو انا طوالي بقول بتخاطب بالمذكر المعرفة المعرفة سر للنجاح في حاجات كثيرة اي حاجة انت دار بتعمل اعرف عنها معلومات اعرف عنها معلومات ناقشها مع ناس تانين ادخل في 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 نقاشات في اونلاين اقرأ عنها اجيب كتاب او اقرأ اونلاين شوف المعلومات شنو اساسيات هذا الامر شنو عشان انت تكون يعني لما تدخل في خطة زي دي عارف انت بتعمل في شنو ما مش زول قال ليك الله كيتو جانك اكل لحمة وزبدة وما بعرف شنو وما تأكل خضارات ولا فواكه خلاص كده دي المعلومات لا 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 ما ينفع كده لازم تفهم القصة دي تصنب بتشتغل كيف انا لما قعد اكل دهن واللحوم كيف وزني بنقص الكلام ده ما راكي بعد له خلينام شافها من القصة شنو تعال تأكيد ده فالمعرفة في اي حاجة بالمناسبة لكن خلينا نشوف في القصة الاكل دي اعرف انت القصة هتدخل فيها دي شنو والمعلومات اللي فيها شنو اساسيات شنو تفاصيل شنو طيب انا قبل ما انهي الحلقة دي عاوزة اوريكم انه شنو البرامج الغزائية متاحة لانقاص الوزن في شنو الناس بيتكلموا عن اسماء كثيرة وكبيرة كده وكل واحد يشكر دوي ينبس دوي دي شنو هدي البرامج المشهورة اللي بيستخدموها الناس لانقاص الوزن مثلا زي يقول لك الكيتو دا الكيتو دا خليني اعمل معكم شير هنا لسكرين طيب شايفين الصورة دي هنا دي صورة كرتونية كده عن عدد من البرامج الغزائية يعني مثلا كيتو بصورة مختصرة كده الكيتو دا هو برنامج غزائي بيعتمد على تغييرات هرمونية وكيميائية في الجسم عشان نحن نحول الجسم من يعني مستحلك للنشويات وكده كمصدر للطاقة للدهون لاستخدام الدهون كمصدر للطاقة وكلمت كيتو كيتو جانيسيز أو كيتو دي جاية من وين لما انت تكسر الدهون عشان تعمل منها طاقة بتكون حاجة اسمها كيتون بودي اللي هو كنا الناس سمعوا بالأسيتون الأسيتون دا كيتون بودي جسم كيتوني فكل ما انت كسرت الدهون أكتر كل ما أفرست هذه الأجسام الكيتونية أكتر ودي هي حالة الكيتوسيز اللي بتكلم عنها واستمرارك في الوجود داخل هذه الحالة بتحت الكيتوسيز دي معنات انت بتكسر في الدهون بسرعة كبيرة ولكن عشان الجسم يتحول من المصدر النمر واحد للطاقة اللي هو النشا والسكريات يتحول من هذا المصدر ويبتدي يستخدم الدهون كمصدر للطاقة لازم يكون في تغييرات هرمونية تحصل وأهم هرمون هنا هو هرمون الإنسولين كالعادة الإنسولين ده كبير جدا في حكاية التعامل مع الأغذية وال تكسير الدهون وغير تكسير الدهون وكده طيب عرفنا قبل كده الإنسولين ده قلنا الإنسولين هو هرمون تركيبي معناه إذا وجد بكمية كبيرة أو بتركيز عالي في الجسم الجسم يلجأ إلى عمليات تخزينية وعمليات بنائية وليس العكس وإذا كان إذا كان الجسم يحتاج إلى تكسير دهون أو استهلاك المخزون من النشويات وكده لازم الإنسولين يكون قليل لازم الإنسولين يكون قليل جدا يعني وجود الإنسولين بكمية كبيرة بيمنع تكسير الدهون لأنه هو بيبني الدهون ما بيكسر فإبقى أنت عشان تحصل على درجات كبيرة من تكسير الدهون لازم تخفض الإنسولين جدا هو الإنسولين عادة ما بيختفي تماما من الدم لكن ممكن تخفضه جدا تخفضه جدا كيف بإنه ما تأكل نشويات أو سكريات دي الحاجات دا بتخلي الإنسولين ارتفع أول ما تأكل الباصطة والبسبوسة والشعيرية والما بعرف شنو دي طوار الإنسولين زود يرتفع عشان هيتعامل مع الكارسة اللي انت جايبة ليو دي معليش أنا متأسفة لكن النشويات صراحة كارسة anyway فإبقى إذا إنت تجنبت أكل هذه النشويات تماما وهذه السكريات الإنسولين بتاعك حينخفض حينخفض انخفاض شديد وأقولنا لما ينخفض يبتدي تكسير النشويات المخزونة في الأول وبعد ذلك نلجأ لتكسير الدهون لاستخدامه كمصدر للطاقة كل ما إنت استمرت مدة طويلة في إنه ما تأخذ نشويات ولا سكريات كل ما كان جسمك حيستمر يكسر في الدهون دي وينت نحن قلنا أصلا أفوق دعنا وزن هو تكسير الدهون وبيكسر الدهون عشان كده الكيتو ده من الطرق الفعالة جدا لينقاص الوزن ولا حكينا عنده مشاكل يعني أول حاجة نوعية الأكل اللي أنت بتأكلها أنت عشان تمنع نشويات تماما من أكلك أو قليلة خالص يعني نسبة أقل من 5% أقل بكثير أحيانا من 5% معناها أنت ما تدخل في خشمك ده أي فروتز ولا ما في خضار ما في فواكه ما في العيش والحياة دي طوال تبوز عليك البرنامج ولأن النشويات موجودة في كل حاجة أي حاجة موجودة في النشويات ابقى الالتزام بهذا النوع من البرامج الغذائية صعب جدا أي وهو فعال إذا الناس قدرت تلتزم بالقواعد بتحته فعال جدا بنقص وزنك سريع وبصورة كبيرة ولكن القدرة على الالتزام بنوعية الأكل المناسبة لاستمرار هذا الغذاء صعب جدا فيبقى الناس تشوف قدرات شنو وتعمل بتقرر يعني أنا كيتو ده هينفع معي ولا لا كيتو ده بقدر عليه ولا لا وبعدين ما بس الأكل يعني حتى شرب الكحول وحتى زيدي ده برضو في حياة بتأثر بالمناسبة فيعني الناس تحسب كل الحسابات وحيانا حتى شرب القهوة حتى شرب القهوة والشاي والحاجات ده بيأثر يعني مسألة معقدة لأنه انت عاوز تخلق حالة كيميائية في جسمك تؤدي إلى تكسير الدهون والتقاليل الإنسولين جدا جدا واستخدام الدهون كمصدر للطاق الحكاية دي عشان تستمر لفترة طويلة من الصعب جدا إنها إنك تقدر عليها إلا ب عزيمة شديدة وبعدين كل ما عرفت معلومات كل ما كان فرص نجاحك أكبر طيب نمشي لقدام باليو الباليو ده ده كلمة باليو دي جاية من باليوليثيك هيومان باليوليثيك دي الناس جدا نقول تليكم دي الناس كانوا من ناحية صحة جسدية رهيبين رشيقين وزنهم طبعا ما فيش سمنة وكلام فاضي زيدا زمان إنت لازم تكون رشيق لازم تكون جراي ولازم تكون رياضي ولازم تكون كده عشان تقدر تسيرفايف لأنه لو سكاك نمر ولا حاجة لازم تقدر تجري لازم تقدر تطلع الشجرة لازم تقدر ما بعرف إيش فالحاجات دي هم كانوا فينها أحسن مننا بكثير ليه لأنه حياتهم مليئة بالحرق ولأنهم بيأكلوا صح فالبيليو دا بيحاول يعني يمرجع الناس لحكاية دي إنه أكلوا الحاجات ما تعكلوا أكل مصنع أبعدوا عن الأكل المصنع أكلوا حاجات طبيعية دي الفكرة العامة تحته تفاصيل طبعا فيه تفاصيل يعني لكن دي الفكرة العامة وده أكل صحي صراحة يعني فاليو دا صحي جدا طيب فيجيتاريان وفيجان دي اللي هو النباتين يعني بتاكل بس حاجات بالنباتين الفيجان أشد صرامة من الفيجيتاريان فيجيتاريان دي ممكن يشربوا الحليب ويأكلوا بيض وكده فيجان دي أي حاجة حيوانية ما تدخل خشم نرجع تاني الحاجات النباتية عادة صحية لكن الحاجات النباتية المتجة النباتية قد تكون ما كافية لأنها تديك القيمة الغذائية الكبيرة فلازم الناس يأخذوا مثلا سبليمينز أو يأخذوا كده أو ينتمخوا لمهم بيأكلوا فشنه ينوعوه تنويع مناسب نمشي لجي دام ميديترينيان الميديترينيان اللي هو كمعلومة عامة كده ناس البحر الأبيض المتوسط ديل اكتشفوا إنهم أكتر ناس أو أقل ناس عندهم أمراض قلب وشرائين سواء أنه البحر الأبيض المتوسط بين الجهة الأوروبية أو الجهة العربية بينهم الشريط الحول البحر الأبيض المتوسط ده لأنه طريقة أكلهم متشابهة بيأكلوا إيش بيأكلوا دهون صحية لهمين لزيتون ومنتجاته زيت زيتون 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 كده يعني بعدين بيأكلوا خضار كتير بيأكلوا لحوم أغلبة لحوم السمك كده يعني بيأكلوا للحاجات دي وبعدين منتجات الألبان برضو بيأكلوا مكسرات يعني لو أحظتوا الحاجات الشنو الحلسي وبيميروا إلى النباتية الحاجات النباتية فأكل البحر بلا يأكلوا عنه لأنه لو الناس حتى لو ما عندهم مشكلة توزن لكن بيأكلوا بالطريقة دي فرصة إنه صحاتهم تتحسن أكبر اللي هو برنامج الغذاء بتاع البحر الأبيض المتوسط رو داية دي يعني بس تأكل الحاجات ما مطبوخة يعني تأكل فريش في طبعا اللو كاربو اللو شوغر دي اللي هي إنه إن تتقلية كربوهايدريتات قدر الإمكان وزي ما قلنا لكم كربوهايدريتات دي أصلا ما فيها فائدة بالمناسبة ما فيها فائدة فائدة قليلة إنت قذر الطاقة قذر الطاقة اللي أنت محتاجة عشان تعمل نشاطاتك المختلفة ممكن تأخذ كربوهايدريتات يعني إذا إنت مثلا أخذ أكتر من الناس من ناحية النشويات وكده ولكن تزدت قاعد في البيت وقاعد في مكتب وتأكل في النشويات كلها تفقدين طبعا النشويات دي اللي بتزيد الوزن يعني فالناس تنتبه لكلام ده طيب ده الحلقة دي كانت تعريفة عام كده إنه 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 لو عندك خطة لينقاص وزنك في حاجات تانية برضو الناس تنتبه لي القصة ما أكل بس القصة ما أكل وأكل شنو ما أكل شنو ولا أكل تقدر شنو ولا بتاع ولكن هي حاجات كثيرة مع بعض هي خطة شاملة هي سيستم للحياة نظام حياتي يهيئ إنه إنه تنجح في التنجس وزنك وتحافظ عليه كمان أنا بعتقد إنه الأنواع المختلفة من البرامج الغذائية دي محتاج كل واحد دائر حلقة براه يعني الكيتو دائر براه بالمناسبة في برنامج غذائي مهم أو طريقة لإنقاص الوزن اللي هي الانترميتن فاستين اللي هي عملية صيام المتقطع دي كمان براها يعني فقبل ما أنهي الحلقة أنا زي ما قلت لكم يعني بعد ما ينتهي رمضان إن شاء الله هو العيد كده حابتدي برنامج غذائي لإنقاص الوزن عندي خطة بعمل فيها دي الوقت إنه أنا ديران قوس قدرشنو في فترة قدرشنو حاستخدم يا تنوع من البرامج الغذائية النوع الأساسي حاستخدم هو الصيام المتقطع ممكن أضيف له إنه أنا أستعمل مثلا المديترينيان يعني أكلي لما أكل ما هو صور متقطع معنا شنو في فترة بتاع الصيام وفترة بتاع تأكل في فترة الأكل دي لما أكل واجبات الحاكل هتكون شبيهة أو قريبة من البحر أبيض المتوسط كده لأنه صحي فأنت شوفوا دارين تعملوا شنو وعلقوا لي في التعليقات تشوف كل واحد دار يعمل يفضل وتعليقاتكم شنو عن الكلام دا ما عليش أنا كلامي كتير لكن المواضيع دي مواضيع الكلام فيها كتير يعني بالله يشتركوا في الغنى وعلقوا وروني رأيكم شنو في الكلام اللي تقال في الحلقة دي شكرا لكم شكرا جزيلا